هنا في صحراء كربلا استثمرت العتبة العباسية المقدسة من خلال منشآتها الزراعية مساحات كبيرة لزراعة الحنطة، إحدى أهم المحاصيل الغذائية وأكثرها استعمالاً بالنسبة للإنسان. حيث تمت المباشرة بحصادها وحققت الملاكات في مزارع خيرات أبي الفضل العباس عليه السلام إنجازاً بجني محصول دي نقاوة عالية ليتم تسليمه إلى مخازن وزارة التجارة ومن ثم يذهب للمواطن. مباشرنا هذا اليوم بحصاد محصول الحنطة في مزارع المرشات المحورية التابعة على شركة كيفيل استثمارات العامة العتبة العباسية المقدسة. هذه الأصناف المزروعة هي من الأصناف العراقية المحتمدة في مزارعنا وكذلك محطات البحوث التابعة على وزارة الزراعة. الحنطة البحوث 22 وكذلك الحنطة الإباء 99. طريقة زراعية جديدة باستخدام المرشات المحورية وبالاعتماد على مياه الآبار. توزعت على مساحة 400 دونم تمت زراعتها بالحنطة وتطبيق برنامج زراعي متكامل لإدامة الأرض ووقايتها باستخدام أسمدة ومبيدات إحيائية وفرتها شركة خير الجود. بالنسبة للري عن طريق المرشات المحورية، الري بالرش، هذه من الطرق الحديثة التي نزق بها المحصول. أما مصادر المياه عن طريق الآبار، وحاليا استعمالنا للأسمدة عالي النيتروجين وعالي الفسفور. تحتل الحنطة أهمية كبيرة لكونها تدخل في مجالات شتى، حيث تعد مصدراً رئيسياً لغذاء الإنسان، ومن هذا المنطلق قامت العتبة العباسية المقدسة من خلال مواقعها المختصة بهذا الجانب بزراعة المحصول الاستراتيجي وحصاده، إسهاماً منها في تحقيق الاكتفاء الذاتي بالاعتماد على المنتوج الوطني، فضلاً عن استصلاح الأراضي الصحراوية وتشغيل الأياد العاملة.